السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكوا احلى متابعين في الدنيا عاملين ايه يارب في احسن صحة وفي احسن حال معاكم حنان حمودة من قناتي سهلة وبسيطة مع حنان حمودة نهاردة هعمل الفصدق الكذاب يعني ايه فصدق كذاب تعالوا يلا في ثواني نعرف الفصدق الكذاب بنستخدمه للحلويات طبعا رمضان جاي هنستخدمه في الحلويات وكمان هنعمله في الحاجات بتاعت العيد البتيفور والبسكوت والكحك وطبعا الكنافة والقطايف كل الحاجات دي هنعمل معاها الفصدق الكذاب وهيبقى جميل جدا جدا انا جايبة هنا نص كيلو سوري ربع كيلو من السوداني بس مش اكتر ربع كيلو من السوداني وعملاه في الكابة مجروش مش من العماء قوي ودي حاجة اسمها روح فصدق جايبها من عند العطار اللي الزادي بتلاتة جنيه اللي الزادي تعمل كيلو سوداني بحاله تمام كده انا هنا هستخدم ربعها بس وكمان عندي لون اخضر اللي من الاخضر ده لون طبيعي وبنستخدمه بقى لتشكيل لتلوين البتيفور والحاجات دي وعلى طول عندي عندي منه الوان تانية الاحمر والاخضر والازرق فاحنا هنستخدم الاخضر لانه لون الفصدق الطبيعي يلا مش طول عليكو لو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة واتفع علي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله وياريت لو لايك عشان القناة تكبر بيكو ليكو ان شاء الله انا هنا حطيت ربع يعني حوالي مثلا نص معلقة صغيرة من الروح الفصدق وكمان فيه روح بندق وفيه روح لوز كل الحاجات دي موجودة وكمان معايا هنا اللون الاخضر حطيت منه حوالي برضو نص معلقة صغيرة ولو احتجت تاني انا هحط بس بحطوش دفع واحدة علشان خاطر اقدر استفيد بيه ويه لو اللي السوداني بتاعي بطريقة مظبوطة بتبقاش حيطة خضرة قوي وحيطة لون هفتح تمام هقلبه كويس بصوا انا اقعد تقلبه وقلبه وقلبه وكمان روحت بيه على الكبة روحت ضربه كمان ضربه عشان رضمه ان اللون توزع فيه كويس جدا بصوا بقى عامل ازاي بجد فصدق وشكله حلو جدا وريحته مش عايزة فصفلكه الريحة عاملة ازاي ينفع جدا جدا للكنافة ينفع للقطايف ينفع هعمل بيه معاك والحلويات بتاعت الايد بتاعتنا البيتيفور والكحك والحاجات دي لا مش الكحك البيتيفور والقرائيش والمنين والحاجات دي انا بحب بحشيها مكسرات فده هيبقى مفيد جدا 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 وبديل للفصدق الغالي اوي 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 يارب يكون الفيديو عجبكو واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته